متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفيديو جديد على القناة معكم مروة سليمان وهنا نتكلم عن نفس الموضوع وهو جروك 3 اختتمنا الفيديو اللي فات وقلنا ان قريبا حيكون لكل الـ X users access على جروك 3 وهم شغالين على هذه الجزئية ولو دخلت على منصة X حتلاقي ان جروك 3 is rolling out we are rolling out جروك 3 to all X users لكل مستخدمي منصة X اعتقد ان هو هيكون موجود في المجاني ايضا لكن فجيت ان انا ليه access عليه برغم ان انا فيه premium plan وهو كان من المفترض ان حيكون الـ access عليه في الـ premium plus ودي حاجة كويسة جدا للتجربة خصوصا ان كنت عايزة اجرب deep search with think من خلال المنصة نفسها وهي جروك.com حبيت ان اول ان انا اخش اوليك شكل الـ interface على منصة X نفسه لما هتروح لحسابك على تويتر هتلاقي جروك موجود عندك النهاردة هنجرب مع بعض الـ two modes deep search with think واخيرا هنجربه من على المنصة نفسها ولكن حبيت ان تفرجك على الـ interface وهنا تقدر انت تروح على منصة X تفتح الـ focus mode فهنا تقدر تفوكس على هذا المود نفسه وزي ما قلت لك تقدر تتنقل ما بين جروك 2 و جروك 3 ولكن جروك 3 زي ما بيقول هو الـ smartest او الاكثر ذكاء خصوصا هو في الـ two modes deep search with think our reasoning model يلا بينا نفتحه على جروك.com وحسابنا على X account ونجربه من خلال الموقع نفسه هبتدي اروح على جروك.com حطت لك طبعا رابط في الوصفة اسفل الفيديو حاليا زي ما قلت لك تقدر تجرب جروك 2 واتمنى قريبا ان الكل يقدر يأكسس على جروك 3 وحنبتدي نجرب مع بعض الموجود الموجودين داخل جروك.com حب ان انا اجرب حاجات مختلفة شوية لان احنا لسه مجربين على الـ اما قرينا حاجات كتير فهنا عايزة اجربت الـ ان هو يدور لي بشكل عميق في جزئية معينة هنا قلت له how much does it cost to train an efficient LLM model like DeepSeq R1 and give me in details how this process take place هيكلفك قد ايه لو دربت LLM model زي DeepSeq R1 وايه هي الـ اللي هتمشي فيها الحزيئ العملية وهذه الـ وهنا انا هفعل الـ بعد كده هدوس اخر ونشوف هيعمل ايه هنا بيبتدي ان هو thinking زي ما احنا شايفين وانا شايفة thinking ما بياخدش وقت كبير العملية نفسها هنا بيبان المراحل thinking understanding the question exploring the training course ده العملية اللي هو واقف عندها حاليا وبيبان تحت بيدور في قد ايه من الوب بيجز وبتزيد يعني هو ك33 ب34 refining the training details وبعد كده هيديني key points والكوست خلاص 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 تماما وزي ما احنا شايفين اعطاني وكي سايتاشنز كونكلوجين واناليسز وكوست افشينسي وامبليكيشنز كل ما هو متعلق بك تدريب افشينت اللم زي ديب سيك ار وان جدت بجرب بيتم ازاي المراحل منظم جدا وهنا اطاني key points والموضوع انا شايف ان هو منظم بشكل كدير جدا تعال انا جرب مرة تانية نروح نعمل نيو شات وهنا انا مش هفعل الديب ريسيرش انا هفعل think وهنا انا هبتدي اسأله سؤال باللغة العربية واقول له لو لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين كيف كان من الممكن ان تتطور انظمة الاتصالات العالمية بشكل مختلف ده سؤال كده فيه نوع من انواع التفكير وهنا هشوف هجاوب ازاي هنا ده thinking في thinking سريع زي ما احنا شايفين تعمت يكون السؤال باللغة العربية لو خدت بالك الديب ريسيرش ما خدش وقت كبير لا رغم ان الديب ريسيرش ممكن ياخد معك لحد 30 دقيقة في حالة شات جي بي تي هنا thoughts for 42 seconds هنا expand for details لو عايزة اشوف ازاي فكر في الموضوع وهنا هو عطاني لو لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين كانت سمر الاعتماد على الهواتف الثابتة والفاكس تطوير انظمة البريد الالتروني المستقلة هنا توسيع استخدام الاقمار الصناعية في الاتصالات تطوير شبكات الكمبيوتر المحلية والواسعة وتعزيز دور الراديو والتلفزيون تطوير الاتصالات اللاسلكية تحسين البريد التقليدي يعني قالك بشكل عام يعني لو لم يتم تطوير الانترنت كانت انظمة الاتصالات العالمية هتعتمد على تحسين التقنيات الموجودة في الوقت ده وهتكون اقل كفاءة واكتر تكلفة مقارنة بالانترنت وحتفتقر الى ميزات زي الوصول الفوري للمعلومات والتواصل السهلة تعال نجربه في حاجة تانية هروح اعمل نيو شات والمراضي حتدي ان انا اعمل حرفع ملف هنا حرفع الملف فاقول له وعايزي افاليويت ايه وايه الكي بوينس اللي يركز عليها والكي بوينس ركز عليها زي نقاط الضعف ونقاط القوة وما الى ذلك وبعد كده حتوس انتر وحنشوف الوقت اولا اللي حياخده في عملية التحليل ارى بسرعة وعطاني ساماريزيشن واناليسيز ساماريوف كونتنت الكي اشوز انكلود وانا قريضي عارفة ايه اللي موجود جوا البي دي اف فانا شايف ان هو بالضبط التزم بالامر اللي انا عطته له النقاط الخاصة بي والسترنسيز والويكنسيز والريليفانس الامباكت وتطلب منه الامباكت ايضا والكونكلوجين في الاخر لما جيت استخدمت التحليل باستخدام جروكتو لهذا الملف لا مختلف تماما حبتدي اختبره في الكود مش هفعل اي حاجة تانية هنتديله الكود create a stunning educational platform عايزة يعمل لي educational platform منصة تعليمية شبه منصة Udemy فهنا كتبت له بالضبط انا عايزة ايه في بناء هذه المنصة وبعد كده هبتدي دوس انتر وحشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بالتلاتة دول وحنشوف دلوقتي الكود بعد ما يخلصه هنا هقول له put all codes in single file ولو تفتكر لما كنا بنختبر على المرينة كان بيحط لي كل الكود from single file انتهى من كتابة الكود هنا في راب هنا حاخد الكوبي هنروح لل html online viewer حط الكود ونشوف تنفيذه هنا welcome to infotech for you هنا web development basics learn html css and javascript rating 4.8 طبعا هو اعطاني ايه الشكل العام الهيكل يعني وهنا python for beginners طبعا انت بتضيف بقى حاجات كتيرة بس انا عايزة اشوف قدرته على انه هو categories login بتدخل الايميل والباسورد وهنا search courses محتاج تفاصيل اكتر واضافات كتيرة ولكن ده الهيكل او الشكل العام هختبره في انشاء الصورة create images وهنا انا هخليه شئ بالعربية هشوفه بالعربي وهشوفه بالانجلش وهشوف النتيجة عاملة ازاي يعني انا هجرب هنا احط الامر باللغة العربية واشوفه في انتاج الصورة الصورة عبارة عن مشهد خالي بيدم جزر عائمة ضخمة مغطاة بالخضرة والشلالات المتضفقة نحو السماء تمتزج الوين السماء بين الوردي والبرتقالي والازرق الداكن مع قمارين عملاقين وشجرة متوهجة على الجزيرة المركزية اللي هي في المركز بينما تحلق حاجة اسمها براعات ضرقاء سحرية في الأجواء والمشهد حالم وخيالي زي ما احنا شايفين انا شايفة ان هو حلو واعطيك كمان اربع صور تختار ما بينهم اكتر صورة عجبتني هي كانت الصورة دي لانها معبرة يعني عن الامر بالضبط والتفاصيل انا طلقتها في الامر ممكن تجرب بأسلوب الرسم السريالي بيديك اقتراحات في دوق الفجر بيديك اقتراحات يعني ودست كده في دوق الفجر ولكن انا عجبني الأولانية خلص الصورة الأولانية اللي تم انشاءها تعال نشوف حاجة تانية نستخدم امر بواحدة تانية نعمل create images ونستخدم المرة دي الامر باللغة الإنجليزية ونشوف هل بيفرق ولا لا في إنتاج الصورة ده مشهد تاني خالص dramatic wide angle shot للايون ماشي في الغابة واسق من نفسه حوالي أشجار من كل مكان وعشب 4 صور ادي صورة صورة مش بطلين طبعا مش بجودة بقى flux dev ومش بجودة الموديلز التانية لكن مش بطال في الغالب احنا ما بنعتمد على هذه النماذج في إنشاء الصور بصراحة عشان أكون معك وقعية ولا حتى شجي بيتي اللي بيستخدم ده للإيه هفعل وحبتدي هنا أديله السؤال بتاع suppose you are on a game show انت في game show وعطاك الموديف ثلاث اختيارات في بابين وراهم روتين فود طعام فاسد واحد في جولد بار فانت اخترت رقم واحد فالموديف سألك يعني تحب تغير لتنين او تختار اتنين افضل فهل دي ميزة هنا بيبتدي إن هو يفكر في السؤال بصوا بقى أنا هنا معلش أستأذنكم هستأذنكم بس إيه أعمل ترانسليت انتوا قربت كده مع بعض عشان يكون الموضوع أكثر وضوحاً بجزئية بس دي وهنا إجابته غير متوقعة بالنسبة لإجابة لو تفتكروا جي بي تي فور او بالنسبة لإجابة جيميناي بروتو بوينت او هنا بيقول لي إن دي مشكلة اسمها مونتي هول الكلاسيكية لما تختار الباب رقم واحد فيقوم الموضيف بفتح باب آخر على سبيل المثال الباب ده مثلا رقم ثلاثة فيقولك فيه طعام فاسد فيبقى انت عندك انت اخترت الباب رقم واحد ولسه فيه الباب رقم اثنين وهو فتح الباب رقم ثلاثة ويكشف عن طعام فاسد فأصبح دلوقتي انت عندك الباب رقم واحد والباب رقم اثنين واحد فيه وراء طعام فاسد وواحد تاني وراء بروف جول تمام؟ بعد كده بيقولك بيارد عليك التبديل هل تبدل؟ ولا ما تبدلش؟ هو شايف إن رغم الاحتمالات دي كلها أو تصنيف الاحتمالات اللي هي الاحتمال البلغ اثنين لثلاثة والكلام اللي احنا شفناه قبل كده مع بعض النمازج هو بيقولك اللي هو قدمه مش حاديه في حاجة خلاص انت قريدي اخترت رقم واحد فممكن لو انت اخترت رقم اثنين ممكن يكون وراء طعام فاسد يعني وممكن يكون رقم واحد وراء طعام فاسد فكلا الاحوال يعني كونه هو فتح باب ده مش بيزيد من احتمال فرصك فأنا بصراحة يعني شايفة إن دي وجهة نظر انت دي وجهة نظرك أحب أسمع في التعليقات هل انت شايف إن هو يبدل ولا ما يبدلش يسمع كلام الموظيف ولا لا هل الإجابة دي إجابة ممكن يتاخد بيها ولا لا يا ريت أسمع رأيكم في التعليقات نجا بس أخيرة هنجربها وهي قدرته على فهم الصورة هنا هبتدي إن أنا أرفع صورة هقول له بيقول لي إن الصورة اللي أنا قدمتها بتعرض أربع أنواع رئيسية للتفاعلات الكيميائية وده فعلاً وهي مفاهيم أساسية في الكيميا بدأ إن هو يشرح كل واحد وزي ما إحنا شايفين أعود شرح بالأمثلة دي الصورة حبيت إن أنا أوراهها لك وده فعلاً 4 main types of chemical reactions ودي الأنواع الأربعة وده اللي فعلاً تم إن هو شرح لي كل نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية وأيضاً عطاني مثال على كل نوع من هذه التفاعلات ممكن نجرب حاجة تانية حاولوا أكسبلين بيقول لي الصورة اللي أنت قدمتها عبارة عن مخطط يوضح تطور فيزيو نظرية ده كانت عبارة عن نظرية النسبية لألبريت أينشتاين وهنا هو بيديني المفاهيم الأساسية نظرية الرئيسية لاتجاهات العلاقات تعالوا نبص على الصورة دي الصورة نظرية النسبية عام 1915 عام 1905 كتعاملة إزاي وهنا بيقدر أن هو يفهم بسرعة اللي موجود في الصورة وبيشرحه بشكل تفصيلي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده بالنسبة لي تجربة جروك 3 وزي ما قلت لك إيلون ماسك بيقول كل يوم هيحصل تطوير يعني هو شايف كده وأنا عايزة بس أقول لكم حاجة مهمة جداً التطور السريع واللي حيبقى سريع أكتر في الفترة القادمة أولاً هو عنده داتا سنتر أو هو باني داتا سنتر بتستهلك حوالي كانت في الأول 100 ألف جي بيو يعني أنت عندك 100 ألف جي بيو وكمان تم عملية التدريب في أول 122 يوم واستخدم 100 ألف جي بيو بعد كده عمل اكسباند المئة ألف لمتين ألف فعملية التطوير أنا متأكدة إنها هتكون وفي الفترة الجاية حلاقي تطور أكبر وأفضل في الأداء وهنا فيه إمكانيات فبالتالي الموضوع هيكون فيه تطور سريع يعني الخلاف 122 يوم يستخدم 100 ألف جي بيو بعدها بعدها بـ 92 يوم يستخدم يعمل اكسباند ويزود عدد الجي بيوز كمان لي 100 ألف كمان بقى 200 ألف جي بيوز فدي كمية ضخمة من الجي بيو أتمنى لكل استفدتم من فيديو النهاردة بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير والكومنت ولكنتم بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلها بكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته